خبر تاني مهم جداً أقوله برضو قبل مطلع الفاصل عايز أتكلم على كأس العالم للأندية النهاردة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن طرح الدفعة التانية من تذاكر مباريات كأس العالم للأندية وتحديداً طبعاً الماتش اللي يهمنا مباراة الأهلي يوم 15-12 مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي الدفعة الأولى اضطرحت من فترة قدنكم على الشاشة هودا من خلال موقع الفيفا الويب سايت الجزء المتعلق بحاجز التذاكر طبعاً يبقى فيه ويتينجليست كتير جداً ولسه فيه دفعة تالتة وده إن شاء الله بإذن الله تترح خلال شهر نوفمبر قبل موعد البطولة بأيام قليلة جداً عشان يبقى الثلاث دفعات الخاصة بالتذاكر تم طرحها بالكامل وإن شاء الله يكون فيه حضور جماهيري كبير جداً للنادي الأهلي في هذه المباراة الفتاحية اللي أنا أتمنى بإذن الله على الأقل على الأقل يكون فيها ما يقرب من 30 إلى 40 ألف مشجع أهلاوي وأنا أتمنى وأعتقد بالنسبة كبيرة هيبقى فيها عدد كبير جداً لأنه كمان إدري النادي الأهلي يعني يتطفق مع الاتحاد الدولي على نسبة جيدة جداً بنتكلم مثلاً في الروض حوالي 20% من ساعة الملعب ده بيخلاف طبعاً الأعداد اللي ممكن تحجزها جماهيري الأهلي في الفرد اللي جاية فإن شاء الله نقدر نوصل على الأقل لنصف ساعة الإستاد وده أعتقد يبقى شيء مناسب وجيد جداً للأهلي وهيد حماس كبير لللاعبين سواء الأهلي وجهة اتحاد جدا أو أوكلاند سيتي طبعاً اتحاد جدا وجهته مختلفة تماماً لو الأهلي وجهة أوكلاند سيتي عشان كده الكل بيحضر وبيشتغل أياً كان من المنافس وإن شاء الله الأهلي تكون ضربة البداية في جداً بشكل كويس جداً وينطلق منها إلى الدور نصف النهائي لمواجهة بطل كوبا لبرتادورس دي كانت أبرز الأخبار والمعلومات اللي معانا النهاردة عن سفر الأهلي إلى تنزانيا واستعداد الفريق لمباراة سيمبا وكمان اطمأننا على حالة الاستعدادات في تنزانيا من خلال سفير مصر في تنزانيا معالي السفير شريف إسماعيل نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لآخر أخبار الترند